اشتركوا في القناة المجلس التنمية الإقتصادية الذي سبق وأن أشرف على تأسيس هذه اللجنة المتخصصة وذلك من أجل دعم حضور المرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل والتي تندرج التكنولوجيا المالية في إطارها وسيركز عمل اللجنة على المساهمة في تنفيذ أولويات المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل والتي قام المجلس بالعلان عنها كأحد نتائج يوم المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل في العام 2019 والتي تهدف إلى إيجاد البيئة المواتية لتهيئة وأعداد وانخراط المرأة البحرينية في مجالات التقنية الحديثة وعلومها المختلفة وستباشر اللجنة مهامها بتشكيلها الجديد انطلاقا من الرؤية الملكية للاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وبما يتسق مع الجهود الوطنية المواكبة للتوجهات المستجدة في مجال الرقمنة والعلوم الحديثة والتي أكدت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 بزيادة الانتاجية والابتكار وإيجاد فرص عمل جديدة وواعدة وجرى خلال الاجتماع التطرق لدور واختصاص البجلس الأعلى للمرأة في متابعة تقدم المرأة مع استعراض النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين إلى جانب التعريف بلجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية وأبرز اختصاصاتها وأولويات عملها خلال العام 2021 واطلعت اللجنة على توصيات تقرير التوازن بين الجنسين في مجال التكنولوجيا المالية التي تم إصداره مؤخرا بناء على دراسة مسحية نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية حيث ستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ مخرجات التقرير الذي ستسهم نتائجه في اقتراح فرص التطوير وتقديم الحلول اللازمة لتنمية الخبرات والمهارات المطلوبة للمرأة البحرينية في مجال الصيرفة التقنية وبناء على قرار تشكيلها فأن اللجنة تختص باقتراح السياسات العامة المتعلقة بتشجيع ورفع تنافسية المرأة في مجالات علوم المستقبل وبشكل خاص التكنولوجيا المالية وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال واقتراح البرامج والمبادرات النوعية والأنظمة المناسبة لتطوير الخدمات لتواكب احتياجات التقدم التقني والتحول الرقمي في مجال التكنولوجيا المالية واقتراح مجالات التطوير وأليات تنظيم خدمات الاحتضان والمسرعات والمحافزات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية إلى جانب اقتراح تطوير ضوابط ومعايير التمويل لصناديق الاستثمار والمحافظة المالية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية واستثمار شبكات التوجيه والإرشاد في مجال ريادة الأعمال للتوجه نحو قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية كما تختص اللجنة بتقديم الاستشارات النوعية وإدارة المعرفة الرقمية وتوظيف الخبرات الوطنية لتنمية المهارات وتشجيع الكفاءات لاستثمار الشهادات الاحترافية المحلية والدولية للاستفادة من الفرص المتاحة والواعدة في مجال التكنولوجيا البالية ورصد وتوثيق الجهود الوطنية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل وإبراز قصص نجاح المرأة على هذا الصعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر